اهلا بكم فيديو جديدة تمنى تكونوا كلكم بخير الفيديو بتاع النهاردة عاوزين نتكلم فيه على حاجة مهمة جدا وهي ناعد الاتشارت دي اول حاجة ثاني حاجة عاوزين نتكلم عليها هي المواضيع الدايت والرعب اللي ناس كتير بتواجهوا في الصيف او عمتا وقت الدايت هنناقش الحاجات دي والحاجات دي للناس عمتا لفستات بتوع البيوت وللناس اللي عاوزة تخس وللشباب برضه طيب اهلا بكم مبدئيا كده عاوزين نتكلم ان لما واحد بيعمل دايت طبعا ساعات كتير بيبقى وصل لمرحلة يأس ويبقى عاوز يحسن من نفسه بأي شكل ما وبتبقى كن الساعة بتجري قدامه ودي اكتر من اكبر الاغلاط اللي ممكن اي حد يعملها لانها بتحطكو في مايندسات وحش جدا لما احنا بنقرر ان احنا نخس المفروض الموضوع يبقى تدريجه وحاجة فعلا بتزعلني ان الناس بتبقى عاوزة تعمل الحاجة دي فجأة وبسرعة من غير تخطيط من غير اي حاجة لان معناها ان الشخص وصل مرحلة ان هو بص على نفسه او حصل له حاجة وقال لك ايه لا اه انا لازم الحق نفسي قبل الموضوع ما يبقى اسوأ واسوأ اول حاجة يا ناس اللي عاوزة تخس ما تخسش عشان حد خس او حسنه من صحتكو عشان نفسكو هيبقى الوضع مختلف تماما اما لما تبقى عاوزة تخس عشان حد ومستعجل او عاوزة تخس عشان فرح او عاوزة تخس عشان تتجوزي والكلام ده كله هيبقى الموضوع صعب جدا وهتاخدوا طرق يعني اي سبيل او اي طريق او اي حاجة هتتريم قدامك هتبقوا عاوزين تاخدوها عشان توصلوا لهدف بتاعكو ده باي شكل ما ودي مشكلة كبيرة جدا لان معناها تتنزلوا على حاجات كتير صحيا اساسا قبل اي حاجة حاجة من الحاجات اللي الناس بتخاف عليها ان هو بيبقى داخل الدايت وعاوز يخلص وحاطت في نفسه قدامه شهر اخس عشرين كيلو وكلامات وحاجات غريبة من دي وده بسبب انتشار الموضوع ده وبسبب انتشار ان المدربين بيحفزوا الناس ان هو احسن واحد او اسرع واحد يخس هو ده اللي هيكون بطل الابطال وهو ده اللي هياخد جايزة وهو مش عارف والكلام ده غلط وبدالين انا حتى بالنسبة لي غلط لان انا لما جيت عملت فيديو قبل كده وتكلمت على حاجة من الحاجات دي قلت اكتر واحد يعني اللي هيكسب المسابقة وكان المسابقة برمضان هيبقى اكتر واحد انتظم واكتر واحد منتظم بعد ما انا مش بتكلم على ارقام خالص اكتر واحد شكله كويس واعرف من وشه ده يعني صحته كويسة ولا اللي المفروض يخس بسرعة ده اللي بقى عنده امراض اوكي في الحالة دي اللي عنده مرض وعنده حاجة خطيرة وقلبه بايز والكلام ده ده ساعتها الناس دي لازم نقول لها طبعا يا جدعان انتو لازم تخسوا بسرعة فائقة جدا لان ده بيأثر على سلامتكو وده موضوع تاني خالص انا بتكلم عن الناس اللي بتعملها for fun والناس اللي شايفة شكلها مش for fun مش اقول for fun الناس اللي عاوزة تحسن من صحتها وهي مش في ضرر كبير لحد ما ما يأثرش على يعني ما يأثرش على حياتهم او عمرهم فالناس دي يعني انا تاني برجع اقول لكم يا جدعان انتو مش مفروض تستنوا لاخر لحظة ولكن ان انت لقيت حاجة وبدأت ده قريدي في حد ذاته حاجة كويسة وتاني انا هبدأ اخلي كلامي عام جدا لان الاغلب الناس اللي هي محتاجة مساعدة هي الناس العادية الناس اللي ملهاش في التمرين لازم تبدأوا تخشوا للتمرين لازم تبدأوا تعرفوا بتاكلوا ايه وتحسبوا اكلكو وتعرفوا ايه اللي ده دخل جسمك وامتى مزاجك بتغير مع اكل ايه وامتى بتشرب ايه عصابك تتعب وامتى يجي لك انتفاق وامتى بتعرفش تخش الحمام كل الحاجات دي مهمة جدا لانها معناها ان جسمك بتديك اشارة في حاجة غلط بتحصل جوه احنا عاوزين نعدي مرحلة ان احنا بس عاوزين نزيد ونخص عاوزين نبدأ نشوف الاكل والحاجات اللي بداخلينها دي هل هي مفيدة الناس كتير بتقعد تخاف ان هي تطلع على الميزان ودي من اسوأ الحاجات اللي ممكن تعملوها لان انت كده او انت بتعتمده على رقم على رقم معناها ان انت لو الرقم النهاردة كان كويس يبقى مع مزاجك كويس لو الرقم كان وحش يبقى مزاجك وحش ومعناها ان انت كده يا معلم الرقم هو اللي بيحدد مصيرك وبيحدد مزاجك ولو الرقم ده ما تعدلش يبقى انت في حالة وحشة احب اقولكو ان بلاش نعتمد على الرقم بالذات على الميزان لان الميزان هو ريفلكشن لوزنك وزنك بيبقى فيه حاجات كتير دهون ومية وعضل فلو مية زايدة في يوم لو الدهون زايدة في يوم لو عضل زايدة في يوم وده موزنك بيزيد أو يخس طول ما احنا عاديين يعني بنأكل و بنشرب بنحرق و بنزيد التراكمي هو اللي معناه ان انت خسيت لو التراكمي زيادة اوي بتاع ان احنا بنخس بنحرق ايبادة اللي هيحصل تخس لو التراكمي زيادة ان انت بزيد عضل هتزيد عضل فدلوقتي لازم ما تخافوش ان انتو تبصوا او تقفوا على الامزان تشوف الرقم لان حتى لو سحيت لقيت الرقم عليه ايه المشكلة انت عارف بعد كم فترة هيبقى كويس لان الناس كتير منكم بتقيس اسبوعيا وبتلاقي الناهية بتخس فسا انت لو قست في نص الاسبوع ممكن تلاقي الرقم اعلى بكتير او اقل بكتير فانت بتاخد بالاورجز ومش مهم ان انت تخس يعني تشيل تست كل اسبوع بس ما تخافش منها الاهمية بتاعت ان انت او انت تعملوا وزنوكو كل فترة او كل يوم او انا كنت بعمل كل يوم ان انت تعرف ايه اللي بيأثر فيك النهاردة انا عملت طريقي بروجرامي كان كذا كذا وقالت كذا كذا صحيح التاني يوم وزني عامل ازاي وشي منفخ هل خدت ملح زيادة عشان كده الوزن زياد وعادي خده ملح يعني مش مشكلة مش مصيبة بس ما تقعدش تبلبع طبعا في ملح بس خد الملح اللي يكفيك مهم جدا الملح هو كهربت الجسم ففي الحالة دي لو سمحت ما حدش يخاف من الكلام ده وركزوا على الهدوم وركزوا على شكلهم في المراية الميزان لوحده ولا يكفي وما يديش انطبعا ممكن واحد يبقى عمالي يخس يخس ومقصود بالرقم ويبص في المراية يطلع خس عضل دي مش حاجة كويسة وممكن واحد عمالي يزيد 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 يفكر ان هو بيزيد عضل ويبقى دهون لازم تبص في المراية سواء انت هاوي كمال اجسام او طبعا محترف عارفه وبيعمل اينا مش جاية اتكلم مع المحترفين او مبتدع او حد عادي عاوز يخس او يزيد تاني حاجة الناس بتقعد تجوع نفسها ما تجوعش نفسك ليه لانك لما بتجوع نفسك بتخش تاني في سايكل وحشة جدا ان انت هتبقى كل ما تيجي تاكل حاجة هتقعد تفكر بدل مرة الفو لو كلب تبش زيادة هتحس بالزم وتقعد تجوع نفسك لغاية بالليل فهرمون الشبع والجوع يوضي وتلخبطه عندك ويبقى الجوع عندك عالي جدا بالليل احتمالية ان انت تدبها وتعقف الدايت وبوازه اعلى بكتير من ان انت تكون منتظم ابدأ يومك كويس افطر ما تجوعش نفسك الناس اللي بتعمل النظام الصيام متقطع لو عاوز تعملها اعملها لو مش مأثر عليك بس لو بتعملها وانت متعذب بلاش الدايت مش مفروض يكون عذاب كلمة الدايت معناها ان احنا لما بقول واحد على دايت مش معناها ان واحد عمالي جوع نفسه وقعد في سجن وبياكل اكل معاين لا معناها ان احنا ببص على الاكل بتاعنا ومنشيل حاجات اللي احنا مش محتاجينها الحاجات اللي ملهاش اي لازمة في الدايت بتاعنا الحاجات اللي هي بتأثر علينا والحاجات اللي هي مخلينا ندخن يعني مثلا لو واحد بيشرب عصير لانا اقول ان احنا بدأنا نكلين اوب دايت العصير هيتشال بتاخد مثلا بابسي عادي كل يوم لا انت مش هينفع تقطعه مرة واحدة انت هتجيب بابسي دايت وتاكل وتشرب بابسي دايت بتاكل مثلا حكتك بسوس لا هتشيل السوس منها فانا دايما بقول للناس اللي بتعمل دايت انت ما تغيرش قوي ما تبدأ يعني مش متضار للنار لا انا كنت باكل بطريقة معاينة هبدأ اوكي كنت باخد زيت زتون معلقتين هبدأ احط معلقة الاسبوع الجاة هبدأ اشيل المعلقة كنت باكل مثلا اكتر معظم الاكل قبل منام لا عشان انا هتمرن الصبح وابقى عندي حركة هحاول اخلي الاكل قريب من التمرين وبعد التمرين بحيس اننا بقاش جعل ونوزع الاكلات خلال اليوم بتاعنا عاوز تخليها وجبتين براحتك براحتك بس طبعا على حسب الهدف بتاعك واللي عاوز يزيد عضل مش هينفع معاك كلام دا المهم فنحاول نبص على الحاجات بتاعتنا وننظف نحاول نشوف ايه هي الحاجات اللو كالوري اللي ممكن نشتريها طبعا هنعمل فيديوهات على الحاجات دي بس ايه هي الحاجات اللي ممكن تعملها كبدائل حاجات تحسن من طريقة الاكل بتاعتك وتخلي يبقى او اكل بتاعتك او يخلي فيه طعم ويبقى الطعم كويس ومقبول وبعد فترة انت هتتعايشوا على الطعم دا المشكلة بتاع الناس اللي بيخشوا دايت انه هو لما ييجي بعد فترة بيبدأ يبص على الدايت بتاعه يلاقي ايه انا مش دايت الطعم بتاع زمان ومش عارف ايه بس انت لو انت زمت بعد فترة هترجع على الطعم دا هتحسوا مخدرات مكتر ما هو مسكر ومكتر ما انت مكترش متعودة على الحاجة دي يعني هتبقى ممكن يجي لك حالة دنمان وممكن يجي لك حالة ارف ايه هو اللي انا باكله دا وده اللي كان بيحصل معايا وده اللي كان بيحصل معايا ودلوقتي حتى ما باشتهيش الحاجات ليه البرجرز والكلام دا لا خلاص انا عاوز اكلها كلها it's ok لازم بيقى فيه flexibility بس مش ببقى باشتهي الحاجة دي لان انا متعود على الطعم الطبيعي الحاجات العادية الحاجات اللي مش مش مليانة السوس ودهون والدهون هي اللي بتخلي الاكل طعم حلو فلما قطع الدهون والسكريات الزيادة الحاجة مش هيتبقى بالنسبة لي موجودة هيبقى taste buds بتاعتك اللي على لسانك دي اللي بتستطعم طبعا كل جزء من لسان دي استطعم حاجة هتتعود على الاكل الجديد اوكي لان ممكن تفكر برضو هلز الناس زمان خالص قبل ما يبقى فيه الحاجات والناس في زي الوصفات دي كان بيأكلوا ازاي كانوا مبسوطين كان بيأكل يعني يحس نوع ملك والاكل جميل وانت دلوقتي بتبقى كده فاللي بيحصل دلوقتي عمال يحصل في العالم الاكل كل ما ده عمال يزيد في الكاميكولز اللي فيه عشان يزود الانتنسيتي بتاع الطعم والسكريات والحاجات دي فانت غصبا عندك دي بتديك يعني دفع على الامام لما تاكل الاكل بيخبط في مخك يعلم فيه فاحنا عاوزين نرجع الورا عاوزين يبقى يبقى كل حاجة بناكلها بكمية معقولة بحيث ان احنا نقدر نتعايش مع الاكل الطبيعي اللي ربنا بدهولنا لما تاكل فاكها تحس انها مسكرة اللي بيأكل فاكها ومحسش انها مسكرة ده معناها ان انت متعود على كميات سكر خرفية فدي معناها تاني نرجع نبص في الدايت بتاعنا بس فده الفيديو بتاع النهارده حبيت كده للناس اللي هي بتخس اتفرجوا على الفيديو ده انا عارف مية في المية هيفيدكم بلاش يبقى فيه بانيك يعني ما تبقوش خايفين ويبقى عصابك متوترة ان انت هتخس لا الموضوع بسيط جدا وبناخده على وقت طويل اللي كان بيخطط على ثلاث شهور لا خطط على ست شهور ايه المشكلة انت وراك ايه او انت وراك ايه ما فيش اي حاجة انتو خايفين ان انتو حسين ان هو مرحلة عذاب بس بمجرد ان انتو ما خلتهاش عذاب هتقدروا تعيشوا عليها سنين احنا دايما بنقول ان احنا الموضوع اللازم يبقى درب 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 وارجع وهدخن وارجع تاني خس وادخن وارجع تاني لا 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 احنا المرحلة هي كلها مرحلة تعود بنبطل العادات السيئة بنتعود على الطعم الصحي الحاجات الصحية وبنتعايش معها على عكس ما احنا نقول احنا داخلين شهر نعذب نفسنا ونرجع تاني تمام اتمنى تكون الرسالة اللي وصلت لعنده اسئلة اكتبها تحت في الكومنت لو مش مش تشترك في القناة ما تنساش تشترك فيها شكرا ليكو وهشوفكم في فيديو تاني